المسلسلات اللي بتتناول الدراما الشعبية الحقيقة بيبقى لها صدق كبير في الشارع ونجاحها بيبقى واسع واسطى الناس والحديث عنها بيكون حديث مستمر ومن المسلسلات اللي محققها نجاح كبير السنة دي في الدراما رمضان وهو مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي واللي بيقدم دراما شعبية مميزة ولون خاص بيه جدا هو اختاره ومحقق فيه نجاح وانتشار كبير بين الناس والحقيقة انه كل الناس في الشوارع بتتكلم عن مسلسل حق عرب ومستنين عرب يرجع وياخد حقه من المعالم عبد الرب ومتهيلي احداث الحلقة اللي فاتت انبارح بطلت نشوف ازاي حيرجع عرب وياخد حقه من النجوم المتميزين جدا في المسلسل فنان أحمد عبد الله اللي بيقدم دور مميز جدا وهو يعني اتقدم في الدراما الشعبية وهو شايف اعتقد يعني انه اللون ده الناس شايفه فيه بشكل كبير خلينا ناخد على التليفون الفنان أحمد عبد الله أهلا بيك وكل سنة وانت طيب وببارك لك على نجاح حق عرب أهلا يا هدير ازايك كل سنة وانت طيبة وكل مشاهدين التليفزيون المصري بخير وبسلام يا عبد بعد السنة اللي فاتت وجعفر العمدة الناس يعني شايفة انه انت نجحت بشكل كبير في اللون ده والدراما الشعبية دي قريبة من الشارع المصري ازاي شايف انه قدرتوا تقدموا ده من خلال حق عرب طبعا انت عارفا القوام الرئيسي للشعب المصري هو الحر الشعبية والحر في مصري هي يمكن اغلب الشعب الموجود في المنطقة الشعبية وده اساس الشعب المصري فالحواديد بتاعتها متخلص الحواديد ما بتنتهيش ودايما لما بتتكلم عن الحرارة المصرية والشرع المصري دايما بيكون فيه قصف كتير وحواديد كتير لو عدنا نفرض لها سنين طويلة مش هتكفينا فلذلك المنطقة دي دايما بتلمس الناس دايما بيبحاثفين جدا تجاه علاقات القبض ابنه الصديق بصديقه العلاقات دي كلها المتشعبة وطلعة من قدور الحرارة المصرية بتأثر جدا جدا في الشعب فالحمد الله وشوك لله المسلسل لمس الناس لان هو بيتكلم برضو هتلاقي كل العلاقات الإنسانية اللي موجودة في الحرارة المصرية موجودة في المسلسل فبالتالي طبعا لمس الناس جدا جدا وعمل معاهم الحمد لله وانا وينتقدوا حقوقوا ازاي باعشان الناس كلها منتظرة يعني وبتالينا نبارح نشوف الحلقة أنا لسه ما تفرجتش النهاردة لكن الناس منتظرة والمشهد مبارح بتاع باثنين ونصف والفنان رحمد العوض بيقولك الزعيم قال كده في حد ينسى ما حدش ينسى الزعيم يا كبير طبعا 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 هو هو طبعا شوفي تخيالي يعني حجم قامة الزعيم ان هو بمجرد ما بيذكر اسمه الحلقة كلها اختزلت في المشهد بتاع حد ينسى الزعيم والنجم حمد العوض بقول أنا كمان بحب الزعيم وعشان خاطر الزعيم قامة كبيرة ده لسانحة للمصريين كلهم فالحقيقة كانت كتلفتة كبيرة وقوية وجميلة في مسلسل حق عرب طبعا الحمد لله وشكلها يعني هو جزء من الحق رجع مبارح لكن هو يعتبر بدأ الصراع يعني يعتبر بدأ الصراع ما بين عرب وعبدربه مباشرة هم وقفوا صدعض مبارح ولعد خلاص ولعد خلاص ويكاد يكون عبدربه قال له يعني انت زي محل بتاع أبوك ولع فهتشوف بقى حنعمل ايه فبقى فيه دلوقتي يعني مباشرة جدا جدا لأن الصراحة يحتدم بقى ما بين الاثنين ونشوف ومش لازم دايما نخلي بالك المظلوم اللي يفوز ما احناش عارفين بقى حتودينا فين الدراما ان شاء الله طب كمان عايز اسألك على صلاح في بيت الرفاعي والتعاون مع الفنان أمير كرارة وتحكي لي أكتر عن يعني اختيارك في الشخصية وازاي حضرت نفسك للمسلسل انا ده تالت عمل لي مع النجم امير كرارة انا اشتغلت معا كلبش اثنين واشتغلت مع نفس الاغراب واشتغلت بيت الرفاعي بس يعتبر اول تعامل لي مع المخرج الكبير احمد نادر جلال هي شخصية جميلة وكنت مهتم جدا ان انا اشتغل مع مخرج كبير زي السيد احمد نادر جلال والنجم امير كرارة وحضرناها كانت هي شخصية يعني في اول الحاليات كده ليها علاقة شوية بالنجم امير كرارة ان انا متجود طليقته وبحاول شوية ان انا يعني اديقه او ان انا يعني ارشد عنه او كده كان دور بتاعه كان منحاصر في المنطقة دي وكان دور جميل حضرناه وخد مراحل التحديد العادية لأي شخصية برضو المسلسل بيتناول الصراعات الورث والصراعات بين ولاد العم بشكل كبير وده يمكن بيحصل في بيوت كتير هو بيوريكي في النهاية اللي ما بني على باطل فهو باطل يعني لو اسست صروتك واسست اتجارتك وحياتك مهما نجحت واسست كل هذه الصروة على شيء مش حقيقي او على شيء او على مال حرام او على دخل بطريقة غير شرعي ووصلت وكونت أسرة وكونت مستعمرة كبيرة جدا 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 في النهاية هي الى زوان وقت من الاواكح تبقى الى زوان فبيعلم الناس ان ما بني على باطل فهو باطل ان الواحد طبعا يحاول تولي الوقت يتحرى الامانة والصدق والمال الحلال عشان المركب تعدي يعني واغبار الطب ايه دكتور الطب جميل والله انا مبارك لك والله ومستنين اكتر يعني التمثيل والفن يعني الحقيقة هو اللي اخذ حياة الواحد الحمد لله والشكر الله يا رب الواحد يحق كل طموحة في يا رب انت الله بإذن الله كل سنة وانت طيب الف مبروك يا حق عرب وبيت رفاعي ومنتظرينكم في الحلقات القادمة ان شاء الله وانت طيبة والشعب المصري ومشاهدينكم كلهم بخير يا رب الفنان احمد عبدالله شكرا جزيلا على وجودك معنا